إلى موضوع آخر حيث زار الوزير والأول عبد المالك سلال أمس الخميس عاصمة كوبا هافانا حيث التقى خلالها زعيم التاريخي فيدال كاسترو روتا رافق الوزير الأول عبد المالك سلال في هذه الزيارة كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولي رمطان العمامرة وكذلك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وكان قد حل الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء بكوبا في زيارة رسمية لثلاثة أيام وهذا بدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء لجمهورية كوبا ميجال ياز كنال بيرموداز وتعد هذه الإشارة حيث قال عبد المالك سلال وفي تصريح له أنه يشعر في كوبا وكأنه في بلده وأكد سلال أن الطرفين يسعيان إلى تعزيز هذه العلاقات أكثر بين البلدين